في العاشرة من مسائل اثنين يدخل منتخب مصر مباراة هامة وحاسمة ضد منتخب الرأس الاخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الامم الافريقية الفين ثلاثة وعشرين بكود ديفوار ورغم انه لقاء حاسم بالنسبة للفراعنة فهي مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للرأس الاخضر فالاخير ضمن الصعود كمتصدر للمجموعة الثانية بعدما حصد ست نقاط بالفوز على غانا وموزنبيق لينصب نفسه حصانا اسودا للبطولة اما الفراعنة فلم يحصدوا سوى نقطتين فقط من تعادلين متتاليين مع موزنبيق وغانا وبنفس النتيجة في اللقاءين بهدفين لكل فريق لتحتل كتيبة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا المركز الثاني في المجموعة وخلفها غانا وموزنبيق برصيد نقطة واحدة لكل منهما ومن هنا تأتي صعوبة لقاء الرأس الاخضر ففوز اي من غانا او موزنبيق على الاخر في نفس التوقيت يعني وصول الفائز الى النقطة الرابعة وبالتالي تصبح مصر في حاجة الى الفوز على الرأس الاخضر للوصول الى النقطة الخامسة وضمان الصعود المباشر لدور الستة عشر كوصيف للمجموعة الثانية لكن الفراعنة يفتقدون جهود نجمهم الاول محمد صلاح اسطورة ليفربول الانجليزي وذلك بعد اصابته بشد في العضلة الخلفية اخرجه في منتصف لقاء مصر وغانا بينما يعلق الكثير من المصريين امالهم على نجم الزمالك احمد مصطفى زيزو للعودة الى مركزه الاصلي كجناح ايمن وتعويض غياب صلاح فهل ينجح زيزو في المهمة وهل تتمكن كتيبة فيتوريا من تحقيق اول انتصار لها بالبطولة هذا ما نتمنى